اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام في الاسبوع الماضي تحدث رئيس هيئة ما يسمى بالحجد الشابي فالح الفياض هذا الاطار الذي جمع الميليشيات في عام 2014 بعد سقوط العديد من المدن وقال فتوة الجهاد الكفائي عموما تحدث هذا الشخص فقال بالنص قال ان الحجد الشعبي قضى على الطائفية بين السنة والشيعة واسهم في بناء الدولة الله اكبر هذه الميليشيات المتهمة واللي ارتكبت كل الجرائم بحق العراقيين سنة وشيعة ومسيحيين وكل الناس وحتى ضد الشيعة في ثورة تشرين هو من اللي قتل الشباب الشيعة من قتلهم ذو المتظاهرين الميليشيات نفسها والحجد نفسها عموما هذه الميليشيات هي التي قضت على الطائفية بين السنة والشيعة وهذه المدن التي دمرت من الذي دمرها؟ هذه الهتافات التي تتردد على السنة الحشد من يرددها؟ هذا التغيير الديمغرافي الذي جرى ويجري هذا الاستلاع على الأراضي في حزان بغداد وطرد أهاليها من يقوم به؟ هذه الموصلة السيطرة عليها وبالأنبار وغيرها والأراضي التي يسيطر عليها الميليشيات هذا من يقوم به؟ هذه جرفة الصخر التي تسيطر عليها الميليشيات ميليشيات الحجد الشعبي ولا تسمح لأهلها بالعودة هذا من يسيطر عليها؟ ماذا لون قضت على الطائفية بين السنة والشيعة هي لا ترعى أحدا؟ ما تقول لنا؟ هذه التي لا تحترم أحدا وتستعرض في وسط بغداد وتتحدى حتى السلطات وهذا كان رئيس وزراء السابق مصطفى الكاظم يدوسون على صور تبل بحذيتهم ويعتقل واحد ويخشون إلى سجونه وإلى يعني وين يوقفهم ويطلقون صراحهم ولا يستطيع أن يتحدث ويدخلون إلى المنطقة الخضراء ويخرجون مثل ما يريدون وأشاعوا الفوضى وقاتلوا ميليشيات أخرى في وسط المنطقة الخضراء هذولة اللي رعاوا أسهموا في بناء الدولة أي دولة هذه بالعراقك والدولة؟ يعني هذا الفساد والخراب والدمار وهذه التصرفات العشوائية وهذه الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقر والبطالة أنت تسميها دولة؟ هذا الجيش اللي مقادر يحمي حدودك وإيران تقصفك وغيرها يقصفك وأنت مقادر تحميلها؟ هذا تسميها دولة؟ استقلالك غير ناجز ومسيادتك غير موجودة تسميها دولة؟ وين أسهم في بناء؟ يا دولة اللي بناها؟ ما الكلام يجب يعني ما يأخذ على عواهنة؟ والحديث أنت تتحدث مع الشعب العراقي دعاك أنت الآن تعتقد ما زالت عقولكم خربة وما زالت عقولكم صغيرة تتحدثون بلغة طائفية وتتصورون أنه أنه هناك حاضنة طائفية لكم لا حاضنة طائفية لكم لأنه أول من ثار عليكم الآن أهل الجنوب هؤلاء لهم سويتوا للشيعة ماشي أنتم تقولون أننا أحزاب شيعية وجئنا من أجل مظلومات الشيعة سويتوا لهم ما هي مدن الشيعة أخذ مدن الشيعة كلها الجنوبية سويتوا لهم بطالة فقر أمراض تعليم ماكو مستشفيات ماكو خدمات ماكو فقر مدقع إهانة للكرامة ولدهم أخذتوهم بمعارك وقتلتوهم هذا الوضع أليس هذا واقعا هذا مو نيل منكم هذا ما لا علاقة لا بمذهب ولا بمرجعية ولا هم الحسين هذا العلاقة بالحديث ما لكم الحديث يجب أن يكون منطقيا ومقبولا لكي يقبله العقل أنتم تحدثوني العراقيين بعد عشرين سنة بعد تجربة مريرة شعب العراقي يعني كشف كل أوراقها كشف هذه لعبة الطائفية ولعبة الحديث بميليشياتكم بهذه الطريقة معيبة ومقرفة ومقززة وهذه ميليشيات تابعة إيران وإيران تريد عراق ضعيفة هذا واقع الحال محمد شيع السوداني يذهب إلى إيران ليقول لهم العراق لا ينسى دعم طهران له من عام 2003 لحد الآن لا يدعم لا ينسى أن إيران تسيطر على العراق هذا واقع الحال وأن إيران هي من تشكل الحكومة هي من تتحكم بكل قوى قآني يجي يلتقي بكل القوى الحزبية شون علاقته قلوا لي يعني مسؤول بالحرس الثوري لإيران شون علاقته يلتقي بالأحزاب وشون علاقته يوجههم للأحزاب شون علاقته هل يسمح لكم أنتم فالح الفياضي يسمح لك تلتقي بالأحزاب الإيرانيورق والإيرانية وتوجههم بما تريد وين المغيبين؟ من هو مسؤول عن المغيبين؟ هؤلاء الذين أخذوهم من القرمة وغيرها؟ من المسؤول عنهم؟ وين راحوا؟ ذول الناس الذين كانوا على جسر بزيبز وراد يدخلوهم بغداد ومنعتوهم؟ من هو مناحهم؟ مو مليشياتكم نفسه؟ وين الطائفية اللي قضت عليها بين السنة والشيعة؟ لا يوجد طائفية بين السنة والشيعة، الشعب العراقي متصالع معنا نفسه، لا يوجد مشكلة ليس هناك مشكلة سنية شيعية بالمجتمع العراقي، بين الشعب العراقي المشكلة في سياسية، بين قواكم والسياسية، رؤيتكم لأنوا تعتقدون أن الاتكاء على الطائفية هو مصدر بقاءكم في السلطة وهذا هو بقاء الحاد لذلك دومة التكون على الطائفية وهذا الحديث الطائفي نفسه لا إله إلا الله يعني قمعت الناس وأديت الناس ودمرتهم حمد الشيعة السوداني في طهران يقول زيارته للطهران كما يعني ورد الخبر منهم وحتى الإيرانيين يقول المباحثات أجريتها مع إبراهيم رئيسي، رئيس إيران لتمتين العلاقات الثنائية وناقشنا الملفات ذات الاهتمام المشترك ملف التنسيق الأمني والتبادل التجاري هو السوق العراقي هو مفتوح للبضايا الإيرانية لماذا بالعراق أكون إنتاج؟ خليته إنتاج بالعراق هذه الميليشيات وغيرها اللي سيطرت على كل شيء فككت المعامل وخربت الزراع ودمرت الأراضي لا خلت زراع ولا خلت ولا خلت صناعة وانتهى كل شيء هو منه سرق المصافي والنفط وغيرها وحولها إلى إيران مصفى بيجي منه سرقه؟ ماذا الكلام معيب؟ الشعب العراقي أمام عيونه شاهد كل شيء وانت تجي تحدث لي تقول لي بنو الدولة وقضوا على الطائفية بين السنة والشيعة إذا كان كم سني ذيون لكم اشتركوا يا الميليشيات وقالوا إحنا فلان هذا لا يمثل الشعب العراقي وإذا كنتم تعتقدون أنه شيعة وتتحدثون بلسان الشيعة لا تمثلون الشيعة الشيعة براء منكم وقالوها وحرقوا مقرات الميليشيات لماذا حرقت مقرات الميليشيات؟ إذا كانت الميليشيات هذه يعني هي من بنات الدولة وأسهمت في قضاء على الطائفية وهم أخوه شوادم ليش حرقوها؟ هي وحزابهم حرقت الناس في ثورة تشرين وما زالوا يحرقوها طردوهم وما يقبلون بهم ليش؟ اختيالات وقتل وذبح حمال الشيعة السودان يتحدث عن زيارته بهذه الطريقة وتنظيم السياحة والزيارات الدينية فضلا عن هذا الكلام معيب ولا يتحدث عن قصف العراق بالصواريخ والمسيارات الإيرانية إيران تضرب العراق بسبوع واحد ضربة ثلاث مرات انت تزورهم حتى تطمنهم وتشكرهم على ما فعلوا هذا واقع العراق الحقيقة وهذا واقع الحديث فمن يتحدث عليه أن يزن كلامه وعليه أن يعرف يعني لا يرمي على العواهنة لأنه يتحدث مع شعب العراق ويتحدث مع شعب العراق بعد عشرين سنة من تجربة مرة أليمة مهلكة وأنتم تعتقدون أنه ما زلتم تتحدثون في عام 2003 سنة وشيعة ومعرف لا يقبله الآن لا الشيعي ولا السني ولا ما يقبل العراقي بعض لا يسمع لكم صدقوا أنه لا يسمع لكم الآن انتهت هذه القضية هذه فقط في عقولكم الخريبة تعتقدون أن الاتكاء عليها هو من ينجيكم لا ينجيكم هذا وميليشياتكم وأسلحتها لن تحميكم عندما تأتي ثورة الشعب ستقضي عليكم هذه اللعبة ستنتهي ولن تستمر بهذا الشكل لن يستمر هذا الخراب والدمار بالعراق وهذا العراق هذا العراق بكل تاريخ العظيم بكل الشعب هذا الطيب الرائع المبدع الذي دمرته لكن ما زال مبدع وما زال ما يقبل وبعد عشرين سنة لو كان الضغط الذي يتعرض إلى أي شعب بالدنيا مثل الذي تعرض له العراق لن انتهى لكن العراق بعده قائم ويعد بأيام سينهي كل هذا وإن شاء الله ينهيه وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حققة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة